موسيقى السلام عليكم اليوم موضوع حلقتنا هو الخوف وليس الخوف انه شيء سلبي الخوف ايجابي ايضا شوف لما يكون عندنا اعجاب بالشخصية في العائلة او حتى في الدوام هذا يكون فيه رهبة حتى الرهبة مش شيء سلبي لان اذا كان مع الاعجاب بالشخص الاعجاب شيء ايجابي ناهيك الاعجاب مبداي على ايش هنتكلم فقط بشعورنا بالاعجاب وهو شعور وليس عاطفة مثل ما قلنا قبل العواطف خمس زائد واحد والمشاعر عددها كبير جدا اذا نتكلم عن الخوف وقد يكون ايجابي وقد يكون سلبي والخوف ايضا محمود فقد اثنى عليه الله سبحانه وتعالى عندما قال يدعون ربهم يدعون ربهم خوفا وطمعا اذا اثنى على عبادة الذين يخافون منه واثنى على الذين يطعمون في يطمعون في ثوابه اذا الخوف ايجابي احنا نتكلم اليوم شوية عن الخوف السلبي المهم اللي هو مهم للآباء المهم لكل شخصية تربوية الخوف المهم لكل من هو مسؤول عن اطفال بحكم انه في تجربة علمية اسمها The Little Albert Experiment تجربة البرت الصغير في هذه التجربة هي مبناية على احد مذاهب علم النفس اللي احنا نسميها Behaviorism السلوكيات سووا فيها التجربة انه البرت الصغير يراونه عزكم الله فار فكلما راووا هالمخلوق المشعر عزكم الله حطوا صوت صريخ مخيف الين ما التعود البرت على التعزيز السلبي هذا احنا نسميه تعزيز السلبي في علم النفس السلوكيات انه اذا شاف الفار يبكي خوفا ثم طوروا الموضوع انه قاموا يحطوني عزكم الله قطوة فكلما شاف القطة صوت بكى ثم طوروا الموضوع اكثر جابوا عزكم الله كلب من شاف الكلب بكى من دون التعزيز السلبي صار جزء من فهم البرت الصغير لان اذا شاف احد الحيوانات تكرمون المشعر يبكي التجربة موجودة في اليوتيوب تجربة البرت الصغير ثم صار ما لم يتوقعوا هنا احنا نقول للابداع في الاطفال كبير مبلا انه يبدع انه يركب العاب ويسوي لعبة يديدة يبدع لانه يطور مفهومه ويطور افكاره بما عنده من معطيات يخلق افكار اخرى بما عنده من معطيات احنا نروم نقول احنا خلقنا الباب من خشب احنا نروم نقول عقب من الباب سوينا طاولة وكراسي ابدعنا بما عندنا من معطيات نفس الكلام في الاطفال لكن على مجال اوسع فهنا صار ما لم يتوقعوا انه راووا البرت الطفل شخصية باب انويل اللي هو معروف اللي يلبس احمر وفي لحية كبيرة وحواجب بيضة كثة البرت الصغير لما شاف شخصية باب انويل بكى بكى بنفس البكاء اللي لما كان يشوف عسكم الله الفأر والقطة والكل البرت طور مفهوم الخوف عنده من عسكم الله حيوان الى شخصية لان الربط هني شعر هني شعر اذا هذا خوف خاف لان غريزة البقاء عندنا مهمة سبتشي قلت العواطف الخمسة زاد واحد احنا عاد شو صار في البرت بعدين وهل تأقلم على باب انويل ولا على الحيوانات بعدين انا ما ادري حقيقة لكن احنا يهمنا كان في التجربة هذه كيف يتطور الخوف وهذا يصير عندنا احنا ايضا لان احنا في علم النفس ما نعرف الرهاب الفوبيا الفوبيا هو خوف غير مبرر من اشياء ما كانت موجودة قبل مثل الخوف من المصاعد ما كان موجود قبل لان المصاعد ما كانت موجودة الا مع تطور البشرية فعقل الانسان يربط خوفه من اشياء لم يتأمل فيها ولم يعالجها الى اشياء اخرى فقط لتشابه المعطيات فاذا كان خايف الشخص انه كان ينحبس في خزانة الرابط بين الخزانة وبين المصعد قرب الجدار فيربط هذا في هذا فيبدأ يخاف فقط بعدين من المصاعد فيصير عنده رهاب من المصعد قد يكون نعم انه مر بالتجربة في منهم اللي ما مر بالتجربة ان المصعد بسم الله علينا وعليكم سقط ما مر بهالتجربة لكن انه مر بالتجربة انه كان يوم هو صغير يعاقب انه ينحط في المصعد او ينحط في غرفة مظلمة اهني رسالتي وطلبي والرجاء لكل من هو مسؤول عن طفل انه لا ندخل في تعليماتنا التربوية انصر الخوف لانه في هذا العمر الين ست سنين كما في علم النفس انه في اول ست سبع سنين تتكون شخصية الطفل في هذا العمر لا نزرع ان الخوف اصل في تطوير الافكار في الطفل نشرح للعقاب والثواب وادري انه هو صعب صعب جدا انا ابو وانا فاهم عليكم انه وايد صعب وما رم اقول لكم بشكل مثالي انه لا تقولون حق عيالكم لا كل حد فينا يخاف على عياله بل من بعد خوفنا على اطفالنا عسف ما يتأذون نخوفهم بتوضيح الاسباب ليس بوضع اساطير اذا كلت حلاوة وايد بيك سكري هذا مش كلام علمي مش كلام علمي ابدا خلايا البنكرياس في جسم الانسان هي جزر لانجرهانس الفا و بيتا الفا يطلع مضاد الانسلين بيتا يطلع الانسلين احد الخلايا هاي اضعف من الثانية واصغر في الحجم فنسبة اكلنا اذا تمنا مناكل فترة عقب ناكل يضخل الانسلين مرة واحدة الخلايا في جسر لانجرهانس تتحب يصير عندنا سكري ان الجسم ما عنده هرمولانسلين عسف يهضم السكر او ما يهضم السكر اذا ان حطي خوف مش مبنائي على علم ما يصرح ويوم حطي مبنائي على علم اشرح له لان عدم وجود علم هو الظلام واذا احنا نحبس اطفالنا في غرفة مظلمة احنا نربي فيهم الخوف مش من الظلام الخوف من المجهول اذا حطينا فيه الخوف ان المجهول راح يكون صعب ان نؤمن باليوم بالله واليوم الاخر او نؤمن بالقدر خيره وشره لانه مش عارف القدر في مجالي كتنمية بشرية كورش تحليل العاطفة في بحثي في الذكاء العاطفي دائما نجد في مجتمعاتنا امثلة خريبة جدا اللي الشخص يخاف يصلي استخارة الاصل في صلاة الاستخارة ان انت محتار في قرارك ايمين ولا يسار فصلي استخارة وتتوكل على الله وتتيسر الامور وقد يكون ايمين او يسار ما هو افيد لك في دنياك واخرتك الشخص خايف يعرف فيأمن انه يتم في خوفه هو خايف من خوف جديد فاأمن له انه يتم في هالخوف عن خوفه ديد لانه ما تعلم كيف يقدر يتغلب على الخوف وانه تعلم الانسان احنا نمر بتجارب والشعر ما يبيض من دون سبب الشعر ما يبيض فينا من دون سبب التجاعد ما تطلع من دون سبب كل ما مرينا فيه الحمد لله انه ما يصاب الانسان من نصب او هم او حتى الشوكة يشاكوها الا كانت تكفير رحمة من الله هذا تصبير على المصاعب الحمد لله لكن كيف نتغلب على المصاعب عسب نقرر قرار سليم عسب لما نستغفر يكون خوف ويكون طمع ويكون لنا نحن عبيد عسب نكون ما اخذين ايمان بشكل كامل قد ما نقدر عسب نصل لسكينة عسب يمتينا مصيبة لا نجزع فيقول ربي اهانا لا اني يكون عنده امري كله خير ان اصابني سراء الحمد لله وانا اصابتني ضراء الحمد لله لن يعرف ان الله رحمن وان الله رحيم مو يوم احنا نخاف ما نقرر صح لان غريزة البقاء تتحرك التوتر يزيد القلق يزيد مثال وتصير فينا كلنا خاصة يمكننا صغار في ناس لانا حين يتصير فيهم وتعرفون من اهلكم يوم يدشون غرفة مظلمة بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله المكان مثلا او حتى دعاء بسم الله بسم الله بسم الله لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم يقراها سبعين مرة يا اخوية عدد السنة مذكور لكن من الخوف نعم نعم الخوف حق وضروري للبقاء وإلا ما كان نبينا ابراهيم عليه السلام وهو اول من سمان مسلمين قال بلى يا رب لكن ليطمئن قلبي بلى يا رب او لم تؤمن بلى يا رب ولكن ليطمئن قلبي عسب يطمئن قلبي شوف هنا مصداقية في مراجعة النفس نفس الشيء عسب احنا يمر في عيالنا احسن ما مرينا احنا فيه من منظروف الدنيوية اللي لا نتحكم فيها بل فيما نستطيع نحن ان نتحكم فيه لأطفالنا اي اب اي ام يعرفون ان لو بيدهم طريقة ان اولدهم يمر لحياة اكثر رفاهية واكثر رحمة واكثر سهولة سيبذلون ما عندهم من اجل ذلك هذا كل اب وكل ام اذا لهذا اكلم كل من هو مسؤول عن طفل مو بس الاب والام لا نحجروا واسعا لا نحجروا واسعا اننا نتعلم كيف نشرح للولد شو يعني خوف ومن شو يخاف واذا بيخاف ليش يخاف من هالشي عسى بيوم العقل عارف الاسس يروم يتغلب عليه فقط لزيادة احتماليات النجاح ويزاكم الله خير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة